اشتركوا في القناة العالم بأسره تأمل خيرا بوقف اطلاق النار هل هي الانتخابات الامريكية واقتراب موعدها المقرر بخمسة نوفمبر ولا هي الميدان كما يقول جمهور المقاومة ونواب الداعمين لحزب الله هناك شيء ما حصل في الساعات الأخيرة وقد تكون فعلا مناورة جديدة من قبل إسرائيل مش أكثر من ذلك يعني أنت اليوم بخضم ميدان وحرب وقصف ما في شك أنه الكل يناور ويوجد ضغوط على جميع الأطراف من بينهم نتنياهو اليوم البلاد المتحدة الامريكية واضح أنها لا تمارس ضغطا حقيقيا على نتنياهو أكثر من سياسة العصى مش موجودة العصى في الجزرة فاستعملوا معه الجزرة نفعت الجزرة لحد هلأ أعطي أكثر ما كان يتوقع من أي إدارة بخلال هذه الحرب وشفنا يعني نظام ثاد اللي أعطي له للمرة الأولى أعطيني المرة الأولى لإسرائيل وأيضا يعني بالمساعدات المالية وغيرها فماش حاله كتير منيح مع كاميرا هاريس ولكن مع الإدارة الحالية مع بايدن ولكن لا شك أنه لو شو ما كانت الحسابات لو شو ما صرح نتنياهو لو شو ما صرح ترامب عن الحرب لا شك أنه نتنياهو وإسرائيل واليمين الإسرائيلي المتحكم اليوم يفضل إدارة جمهورية ويفضل ترامب مش بس أي إدارة جمهورية ما في شك وإذا منتذكر ترامب بالأربع سنين السابقة شو عامل كان أول رئيس أمريكي بينقل السفارة بعد جدل طويل عريض بعد سنوات لم يجرؤ أي رئيس أمريكي مع كل الدعم اللي بنعطى لإسرائيل أنه ينقل السفارة الأمريكية من تل قبيب إلى القدس ترامب نقلها ولا رئيس أمريكي سابق أيضا إلا ما كان يلتزم بأدبيات والقانون الدولي بأن المستوطنات هي موضوع غير شرعي إجا ترامب وقال المستوطنات لا تخالف القانون الدولي شغلة غير مسبوقة يعني ما حدا كان بتخيل ممكن رئيس أنه يقوم بكلام مثل هذا الكلام شرع المستوطنات فيه مستوطني باسم ترامب كمان أول رئيس أمريكي فيه مستوطني باسمه هديوه مستوطني هديوه إذا بدك يفتق على باب مستوطني فينا قد ما بدك نسرود اليوم أدي ترامب أساسي ومهم ليه مش بس نتنياهو لإسرائيل لتمدد إسرائيل بقاء إسرائيل تعمل بدية تاخد دول أكثر أكثر من الدول أخضر الموجود اليوم وهذا الكلام يمكن متوجهة بالدبيت اللي عم بيصير اليوم بأمريكا على الانتخابات بين كاملة هارس وبين أنه كاملة هارس والإدارة الحالية أعطوا الكثير لإسرائيل ما في شك أعطوا الكثير لإسرائيل أعطوا مش أكثر من ترامب بس شو البديل البديل مين عم جيب برني ساندرز ولا البديل أنا اليوم لما بعمل تصويت عقابة لكاملة هارس أو للديمقراطيين أنا عم بطرق حالة زيادة عم بحكي من وجهة نظر كثير من المسلمين من أصول فلسطينية ومن غيرهم اللي عم بيقولوا بدنا نعقب هيدا الإدارة وبدنا نصوت لترامب بس عارفين نحن فعلا وحقيقة لها أولاء اليوم شو يعني ترامب يرجع إلى الرئاسة لازم نتذكر كتير منيح شو عمل بالأربع سنوات وماذا يقول اليوم اليوم يعد بيضم الضفة وهو قبل سابقا بيضم الجولان كمان كان الرئيس الأول اللي بيقبل بيضم الجولان وهي أرض سورية يعني بالأنون الدولة مش عم بحكي شي من عندي اليوم مريم أدلسن اللي عطته 100 مليون دولار اللي حملته تطالب وأخدت منه تعهد يقال بالقبول بضم الضفة جارد كوشنر صهره اللي عنده انفلونس كتير بالسياسة حكي عن غزة أنه هذه أرض لازم ناخدها مهمة كتير على الواجهة البحرية وهؤلاء الفلسطينيين بيروحوا على النجف بنبعتوا شي محل إلى صحراء النجف يعني لازم يتفكر بشكل جيد هذه المرة بأي اتجاه لازم تروح الأصوات خاصة أنه هذه الانتخابات هي انتخابات على المنخار والصوت الأقليات صوت مدوه أساسي مؤثر بشكل كتير كبير وقف النار سيحسم هذه المعركة برأيي وقف النار يعطي إذا بدك ممكن أنه يعطي شوية أكسجين لحملة كاميلا هاريس بس اليوم أول شي الانتخابات بلشيت في كتير سبق وصوتوا بالتصويت المسبق بخمسة نومبر نهارة ثلاثة ما بعرف قدي بعد ممكن يعمل تغيير كبير بهذه الأصوات ممكن يكون وليش إذا رئيس بايدن عم تضغط ما في شك عم تضغط أو عم بتناور عم توزع إدارة اليوم أموس هوكستين إضافة إلى المهمة اللي عنده إياها اللي هي منشوفها نحنا هون مهمة محلية هي كمان إلا عليها كتير بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وحكي كثيرا ما بعرف إزاي المعلومات كانت يعني واضحة للناس أنه كان في عنده دور حتى مع رئيس نبيه بري بتأمين أصوات بمشيغان لهذه الإدارة لكي لا تذهب يعني هذه الأصوات إلى دونالد ترامب ومشيغان اليوم ولاية مهمة جدا ولاية متأرجحة مهمة جدا ربحها بايدن على فرق مئة ألف مرت الماضي رئيس بري صار لاعب كمان بمشيغان سمعت هذا الكلام ما سمعته ما في شك أنه هناك جالية كبيرة تتأثر بهوى الأمور اللي بيصير هون وبهذه السياسة وما بتصوت يمكن مثل كتير من الأمريكين حسب القضايا التاريخية الإشوز اللي علاقة بالأبورشن والاقتصاد وكل ذلك فاليوم بعد هذه القضايا اللي من خمسين سنة وستين سنة كانت قضايا بينتخب الأمريكاني على أساسها بعدها موجودة هي ذاتها أضف إلى ذلك ما في شك بعد الحروب اللي بتأثر على أسعار النفط كل هيدا يؤثر بترجيح كفة على أخرى وهالأد مثل ما قلنا هالأد السباق على المنخار كل صوت مهم وكل سوينج ستايت كمان أساسية كل شارع صغير بالولايات مثل بانسلفانيا مثل ميشيغان مثل غيرهم مهم جدا بوسط هذا المشهد يلي عم نعيشه لنا 24 ساعة مشهد تقدم المفاوضات أو الأجواء التفائلية بتقدم المفاوضات هل يجوز أنه يطلع أمين عام حزب الله الشيخ نعيم آسم ويقول كل الحراك السياسي هو قرقعة لك هيدا هلأ بعتقد أنه خطابه كان سبق شوي الأجواء الإيجابية اللي أشيعت بغض النظر خطاب موجه أولا يعني الحزب معزو بس منقطع شوي إذا بدك عن الواقع عم بيطل الشيخ نعيم قاسم كأنه يعني شغلته يعطي معنويات يأكد على أنه الحزب موجود كمؤسسة يقول أنه الإدارة لبنانية وليست إدارة إيرانية مع أنه كل شيء بيأكد أنه إدارة إيرانية وليست لبنانية حاليا للصراع بس قبل هيدا كله هل فعلا ممكن نروح إلى وقف إطلاق نار أو إلى هدنة أو إلى تسوية قبل النهار الثلاثة هذا شيء ما فيه يتخيله عاقل يعني هذا شيء بعتقد كتير كتير صعب صحيح أنه الأجواء عم تروح بهذا الاتجاه وعم بنحكي عن جوتة فاقول وقاموس هوكسين صعب أنه وصلوا قبل الثلاثة وصل إلى صعب صعب ما شو بيضمن إذا بعد الثلاثة ربح دونالد ترامب هو قال أنا سأوقف الحرب صحيح هو قال سيوقف الحرب ما قال كيف كيف سيوقف الحرب ما بنعرف هو عنده شغلة دونالد ترامب عن أي موضوع بتسأله وبيقلك أنه لح أعمل أفضل شيء ممكن لحكون عظيم لحيكون الموضوع على زوءك متع تلهم كل شيء بأي موضوع بينطرح عليه بينسأل everything will be great will do the best هيدا جوابه دايما مبسط وأنا بوقف الحرب وأنا بعمل وأنا بعمل هيدا كلام انتخابي وحتى بعد اللي انتخابت فيه دل يقول نفس الكلام يكرر نفس الشعرات ولكن بالواقع هل يعني سيضغط على إسرائيل لكي توقف العمليات في حال إسرائيل ما كان وصلت لمحل تريد فعلا إيقاف العمليات وبدأ توقف الميدان وتريد فعلا حل سياسي بشك أنه يكون عنده هال لفردج يعني مش موجود اليوم بالولايات المتحدة وحتى رئيس مقلع جديد ما لح يكون رئيس يجي حط ضغط كبير على إسرائيل أو على نتنياهو فلذلك للأسف كما يبدو أنه الموضوع بعد مطور مكفى لفترة معينة ولكن كنا نشوف قبل نقارن مع غزة نقول غزة بقيت سنة وشوي مع أنه الصراع انتهى تقريبا بغزة بس ما في حدا يجي يعلون أنه ما هي التسوي يعني غزة خلصت تقريبا خلصت بس شو اليوم التالي أصلا شو بقى من غزة ما بقى بس أنت اليوم بتحارب بتقاتل لتقعد على طاولة المفاوضات وتحط وقائع جديدة وترسم حدود للصراع بطريقة مختلفة يعني هذا هو الهدف اليوم تم إزالة حماس تقريبا بشكل كامل مع قياداتها مع بعد في هيك جيوب صغيرة إذا بدك تذكر أنه بعد في مقاومة ما بقى شي من غزة مثل ما قلت صحيح ولكن ما في بعد ترتيبات اليوم التالي هذا اللي لا أكيد هذا ما يعلن هذا اللي بيحط حد للحرب بعدهم الأسرة موجودين بعده التفاوض مستمر آخر تفاوض كانوا عم بيحكوا عن أربعة وأربعة جنسيتهم أمريكية ليه كمان ليعتوا بوش لكاميلا هاريس بالانتخابات أنه طلعت أربعة أمريكان من الأسر ورجعتوا للويتم برأيي ويمكن نكون غلطانة نتانياهو لا لح يعطي أربعة أسر أمريكيين قبل يوم الثلاثة ولا لح يعطي حل بلبنان قبل يوم الثلاثة وبعد خمسة يعني بدك تشوف الوقاية على الأرض وين بتكون صارت ميدانيا عسكريا سياسيا لنشوف عنا ساعتها عمل من الأول وجديد من هو الرئيس كيف لح تكون سياسته قبل الانتخابات بيكون رحكي شي بعد الانتخابات بتتغير المعطيات وبيرتاح أنه عنده أربع سنوات بيقدر يعمل بوليسي متوازنة نوعا ما أكتر يعني هدنة الستين يوم يلي نحكى عنها بالمسودات يلي يصري بتنبيرها حتى الهدنة راحت لبعد شمسة حتى تسريب المسودات بتفكر أنه اليوم يعني شو سببه شو هدف منه لشو بيقده يعني شو المستنظر منه هالمستنظر منه كمان صرف ذلك في الداخل الأمريكي أنه في حراك وأنه ليك وفي تحضير وفي حل لك ده سنبض إلى أي مدى يمكن أن يقبل حزب الله بهذه الشروط يعني صلاحية مطلقة للجيش اللبناني منع إعادة ببناء ترسانته التحتية والصاروخية وأعطاء إسرائيل الحق بالدفاع عن نفسه حيث تشاء فلذلك يعني اليوم بتقلي ممكن يقبل حزب الله بالحالة اللي نحن فيها ممكن يقبل ببعض الشروط أنا بتذكر حزب الله كيف قبل لحد اليوم يعني شغلة ما بتنفهم كيف رضي بترسيم الحدود البحرية لحد هلأ يعني هذا لغز أنت تخلات عن مساحة كبيرة من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللي هي للبنان بشكل واضح بترسيم ما قلنا عليه أنه نحن فيه بترسيم قام فيه طرف سالس هو يو كي ايتش او غير أنه كمان الجيش بيقول هذه أراضي لبنانية وهذه منطقة اقتصادية تتبع للبنان وعلى لبنان هو يستفيد منه رمى كل ذلك جانبا وقبل بإطار الأخبار العاجلية اللي عم تورد بهالأثناء أربع شهداء من الدفاع المدني للأسف بالعدوان الإسرائيلي على مراكز الهيئة الصحية على طريق دردغاية أرزون بالجنوب بدأ الاجتماع بين بنيامين نتنياهو والموفد الأمريكي أموس أكستين رئيس بلدية لمطل الهيئة البس الإسرائيلية بيقول خمس قتلى بينهم مزارع إسرائيلي وأربع عمال أجانب في سقوط صواريخ انطلقت من لبنان يعني بعد لغة الميدان وصوت الميدان أعلى من أي صوت آخر على رغم المفاوضات القائمة وعلى وقع هذه الصواريخ وغيرها قدي أهمية هذه الزيارة بالنسبة للداخل الأمريكي يوم ما حدا بيفكر إلا عم بحكي أمريكيا التفكير كله هو إنه كيف نربح هذه المعركة وأنت بعد صرت بآخر شوت صرت باللحظات الأخيرة أنت عم تحكي بأيام فهيدي الزيارة أساسية اليوم ليقدروا ياخدوا أي مكتسبات ممكن تترجم أصوات إضافية لحملة كاملة هاريس فزيارة كتير مهمة لأموس لا يقدر اليوم ينتزع من نتنياهو أي شيء يستطيع أنه ينصرف للإدارة الديمقراطية وفعلا أشك بذلك من ضمن كمان اللعبة الانتخابية والتسويقية الأمريكية بيقلوا لرئيس الحكومة مبارحة بلبنان أنا بطريق إلتال أبيب أكيد كل السياسات بالآخر منبش كل السياسات هي سياسات محلية شخصية ومحلية أنه ليش بدوا يخبروا لنجيب مئاتي رئيس حكومة لبنان أنه أنا رايعة تل أبيب مثلا لو ما إلا وقعة إلا وقعة وكمان يعني يريد إظهار أو كمان ممكن إذا كان في شيء إيجابي أنه يجي إلى بيروت ويستكمل هذا العمل المكوكي اللي كان عم نشوفه قبل كل الوقت يعني إجاب زيارات كتير مكسفة كان عم يجي أقول لهم ألف وسبعمية وواحد وإلا جاي الحرب ألف وسبعمية وواحد وإلا لح يصير وما لح يصير للأسف وصلنا إلى هذه اللحظة اليوم بيحكي بكل ساة أنا قلت لكم حذرتكم نبهتكم قلت مرارا بس إذا اليوم نحنا كلبنان كدولة لبنانية كمؤسسات رسمية كرئيسة مجلس وزراء رئيسة مجلس نواب بدنا اليوم وحزب الله ونطالب وصير الملجأ الأخير تبعنا لألف وسبعمية وواحد ليش مطبقنا من قبل ليش نطرنا لليوم لنعمل هذه الحرب وندمر الجنوب والبقاع والبقاع الغربي والضاحية يعني ونسمح لإسرائيل بأرض محروقة ويسقط هالعدد الكبير من الشهداء ونسمح بالجرحة ونسمح بالأرض المحروقة ونرجع نقول بدنا لألف وسبعمية وواحد صحيح يعني هون ما فينا إلا نقول هذه هي الحسابات الخاطئة اللي بتفوتك بالحيد وما فينا كمان ما نقول إنه في أجندة إيرانية بمطرح ما عم تعمل هيدا التست الدفية تروح لبعيد هي وحامي جبهتها الداخلية ومحصنة نفسها وعم بتحارب على أرض غيرة يعني اليوم القرار كسروا لبنان متل ما بتكون عملوا البتكونية بلبنان بس ما تقربوا علينا نحنا بإيران وشفت الضربات يعني كيف كانت تمثليات مش تمثليات كان فيه ضربة للدفاعات وغيرها الجوية بس إنه هيدا ضربة غير رادعة هيدا ضربة ما بتهز النظام هيدا ضربة ما بتغير بالمعادلات يلي وزير الهولندي بيخبرهم قبل للإيرانية إنه إسرائيل بدأت تدرككم بس إيران ضربت إسرائيل من نفس الطريقة بلغيت وخبريت فمتل ما قلنا بيزكسكوا بعض بس بيكسروا بلدنا التكسير عنا الدمار التهجير اللعب بالديموغرافيا التغيير الوقائع كله عم بيصير على الأرض اللبنانية وهنا قاعدين بتفاوضوا من بعيد ونحنا هون بتحمل مسؤولية كبيرة اللي حول لبنان لساحة واللي حول لبنان هذه المرتزقة اللي بتجي بتستجلب حرب الآخرين كل مرة على أرضنا كمان اللبنان لازم يكون واعي بكل مرة بيصوت بيصوت على دبحه بيصوت على قتله على تهجيره على كل اللي عم نعيشه اليوم نحنا بأصواتنا بنندبح قيادة حزب الله برأيك وصلت لهذه القناعة إنه إيران يعني تعاطت مع لبنان كمرتزقة ليك؟ حمية ساحاتها الداخلية وحمية عملت مصلحتها بالتوصيف السياسي حتى الأكاديمي هو توصيف هذا هذا هو الارتزاق ما فيه أي إهانة أنت لما اليوم ولأك لبلد خارجي شو ما كان هيدا البلد أنت بتتسلح وبتقاتل وبتحارب وبتتمول هذا ارتزاق بالمعنى القانوني ما عم بفتريع شيء ولكن بدي أقول لك شغلة في بعض إديولوجيا لدى حزب الله غير موجود عند باقي الارتزاق اللبناني معنا بالموضوع الديني الموضوع العقائدي هذا معروف يعني أنت اليوم بدك تكون شيعي سنة عشرة مع ولاية الفقه اللي تكون في حزب الله مش مجرد شيعي مش أي شيعي هو مرشح يكون عضو في هذا التنظيم لذلك بقلك العلاقة معقدة أنا كاللبناني شو زنبي بهذا الموضوع أنا معك 100% نحن بس عم نوصف كيف العلاقة العضوية أنت بتقلي وعيه أنه عم بتم استخدامه وم بقلك العلاقة الدينية العقائدية ما بعرف إذا بتترك مجال لأنه واحد يقول وين مصلحة اللبنانية اليوم بشوف حتى بموضوع الموت هو استشهاد هو عرس هو زف صح ولا لا ففي عندك مقاربة اليوم تختلف عن المقاربة اللي بيعيشوها كتير من الناس تجاه تجاه الموت بقدموا أولادهم فدى شخص معين كان شخص السيد ولا العقيدة ولا غيره فلذلك أنت أمام إديولوجيات قاتلة من كل النواحي إسرائيل نفس الشي اليوم إسرائيل تطرف تلموذي على الآخر إسرائيل جوليوم بزور سقوط إسرائيل اليوم من التطرف الديني اللي عم بيحكم السياسة الإسرائيلية حاليا واللي عم بيزيد أكتر وأكتر برأيك هذه الحرب وتداعيتها وكل اللي شفنا فيها من تخازل إيراني وغير إيراني هل ستعلم حزب الله درسا يعني لا يعمل قراءة مظبوطة قيادة وشعبا مفروض علمت حزب الله وعلمتنا جميعاً اليوم إختياله سيد حسن نصر الله منه تفصيل صغير أنت اليوم عم بتخسر شخصية عم بحكي من ناحية إيرانية اليوم أهم أتوكن لإيران لأزرعها في المنطقة للاستلهام من شخصه لا الخسائر ما أنها خسائر مسبوقة هي خسائر غير مسبوقة وواضح أنه القرار ليه بقلك اليوم ما في تسويه القرار هو ضمانات لإسرائيل بأنه لا يتم التسلح من جديد لا يعاد ترميم قدرة حزب الله السابقة وعلى هذا الأساس ممكن يصير فيه تسوية قبل ذلك لن يستسلم نتنياهو ولن يقول شو ما كانت الخسائر البشرية شو ما عمل الميدان لن يقول نتنياهو توقفت قبل ما يكون فيه ضمانة بعدم ترميم قدرة حزب الله مرة جديدة هذا صار بال2006 وليش الـ 1701 وقته اعتبر انتصار لبناني لأنه الـ 1701 ما نص صراحة ببنوده على نزع سلاح حزب الله لبل نص على أنه سلاح شمال اللي طاني بتراجع واضح عن الـ 1559 اللي كان ينص عن بسط سيادة السلطة اللبنانية على كل الأراضي ونزع شلاح الميليشيات انت اليوم إذا بدك تعمل المصلحة اللبنانية بعد اللي صار فينا بدك تروح إلى النائب النفس حقيقة لأنه هيدا فرصتك أنك تحمي الداخل إلى الـ 1559 إلى الـ 1559 وإلى اتفاق الطائف ماذا يقول اتفاق الطائف بس في سلطة الدولة اللبنانية طبعا روحوا طبق الطائف إذا الواحد عنده توجس من القرارات الدولية اللي كانوا لبنانيين مشاركين فيهم كلهم الـ 1701 تم تعديله المسودة الأولى كانت لصالح إسرائيل مثل المصدر بعد أسبوعين على التعديلات اللي أدخلت على المسودة الأولى أصبح أكتر الـ 1701 لصالح لبنان بس الـ 1550 كمان اللي شارك فيه صار معروفة يعني الرئيس رفيق الحريري واللي دفع باتجاهه الـ 1550 قرار بيحمي لبنان بيحمي الدولة بتعجع بتعيد بناء مؤسساتك بترجع فيك تفكر لـ 15-20 سنة أنه أنا بقدر عمي رباة وحطه إزاز وأعمل واجهة وعيش ما يتكسر تلنهار على راسي بقدر إبقى هون مش ضروري كل ست بدي تولد تقعد تفكر أنا وين بدي خلف بالعالم لأمين باسبار لولادي وين بدي إبعاثه نيترس وكيف بدي هرب لولادي شعب يعيش على فكرة كيف بدي هرب لولادي أنا معلي خلاص رحت علي هيت لأبعث ولادي لوان هيدا بلد هيك بتبني مستقبل هيدا مقاومة بتحمي إذا هيك الحماية كيف الخراب والدمار فكل نظريات الردع وعم نحمي الأرض شغلة المقاومة سقطت الردع نظريات الردع بلأيك شغلة المقاومة تحمي الأرض والناس حميتها هيدا المشهد بجنوب هيدا المشهد سندت غزة هيدا مشهد حماية سندت غزة سندت حماس ولم تسند غزة شف لي مشهد غزة اليوم حتى سندت حماس يعني إذا بدك تكون سندت بمطرح ما إذا الفكرة بدك تتقبلها بس اليوم يعني كان لازم إذا بدك كان لازم ينقرأ أفضل ما هي الحرب الوجودية 2006 ما كانت حرب وجودية كانت ردة فعل على خط فصار كانت مختلفة هيدا المرة الجمهور الإسرائيل القاعد اللي بتنتخب اللي كود واليسار وغيره مقتنع أنه هيدا حرب وجودية بسبب طوفان الأقصى ومقتنع أنه يريد أن يحسم هذه المرة متقبل الخسائر صحيح قبل ما كان يتقبل خسائر كان صورة جندة واحد إسرائيلة مشقف أو منصاب تهز إسرائيل اليوم متقبلين الخسائر متقبلين موضوع على الأسرة واللي هن منهم أسرة عسكريين اللي هن المدنيين عم بيتقبلوا كل ذلك لأنه معتبرين فعلا أنه حرب وجودية ورجع نتنياهو قدر يقنع مش بس إسرائيل للأسف قدر يرجع يستعيد بعض من إذا بدك الصورة اللي تكسرت بالعالم كله بعد أداءه بغزة بعد القتل الأطفال اللي ماتت المستشفيات المدارس منع التمويل عن الأندروة اتهامها بالإرهاب قدر رجع بهذه الحرب بهذا الشهر بحرب لبنان وتصويره وتصويره أنه قتال وهو كذلك قتال ضد إيران قدر يحرف النظر مجدداً عن القضية الفلسطينية ويرجع يحول الصراع صراع حضرات بين هلالين صراع ضد إيران وأزرعها ولم تعود حرب على الفلسطينيين اللي سرقوا أرضهم واختصبوها وبياكلوا وبيشربوا من أرض مختصة بمسروقة بشكل كامل هيدا اللي كانت الصورة والانطباع بالعالم قدر رجع يرمم الصورة للأسف وياخدها باتجاه آخر لذلك حرب الإسناد بترجع بتقلي نفعت القضية الفلسطينية أو الفلسطينيين لا أضرت كثيراً خاصة أنه عم نعيش هذه النتيجة واللي بيخبرني أحلى شيء نظرية بيقولولك أي ما إسرائيل محضرة لذلك والدليل وكذا إسرائيل بعد 2006 أكيد كانت عم بتحضر لعمل استخبار راتي أقوى وأهم وكذا بس أنا ليك المرة بدي أعطيها الزريعة أنا إذا عارف إسرائيل عم بتحضر ليه بال2006 بدي أقوم أعطيها هذه الزريعة وارجع أقول لو كنت أعلم ليش هلأ بدي أعمل حرب إسناد بهذا الشكل واطلع وهدد وقول في ردع حقيقي ونحنا لا أنا برأيي حزب الله كان مقتنع أنه المحور معه منه متروك كان مقتنع أنه إسرائيل ملح تعمل مغامرة بالشمال وهي ملنم خلصة بموضوع غزة ونحنا اقتنعنا بمحلات معين كلنا اقتنعنا بمحلات معين وقالها بتطلع بتقول شو عم يعملوا بالسياسة أنت ما عندك المعطيات اللي عنده يهي اللي قاعد إذا بدك بموقع القرار واللي عم بيتسلح واللي عم يسمع من العالم كله واللي بينقال لقلنا مش مثل اللي بينقال أو المعطيات اللي بتوصل إن كان السيد حسن نصر الله ولا لي قيادات أخرى بيعرفوه غير نحنا بنعرفه نحنا بنحلل بنقرأ حسب المعطيات بس هؤلاء عندهم معلومات طب كيف بتروح بهيك شي كيف بتروح بحالة بتجيب عليك الخراب والتدمير والتهجير بهذا الشكل أكيد في حسابات خاطئة وأكيد إنه حزب الله منه عارف إنه سيصل إلى هنا هذا ما عندي شك اليوم قرروا الإيرانية إنه مدى إنه لا مش وقت للاستسلام خلينا نكمل عم بيكملوا على ما تبقى برأيك ما كان عامل حسابات صح ولا الكلام يلي كان ينحكى عن قوة حزب الله كان مبالغ فيه بمطرح معين قوة الردعية وإنه نحنا منحمل لبنان ولن يجرق الإسرائيل وبلحظة وبعشر ثواني منه ندمر إسرائيل ومنهجر الشمال كان فيه كلام تهويلة عادة يعني بتتذكر مسألة الزر وغيره كان فيه كلام للاستهلاك الإعلامي مش أكتر بس حزب الله بنى قوة حقيقية يعني مش أنه صواريخ اللي عم نشوفها الباليستية وغيرها بنى بندية إيران جيش حقيقي يقدر يشكل إزعاج ويشكل نوعا ما ردع لإسرائيل كان فيك تستخدم الردع لو ما ذهبت بعيدا في حرب الإسناد واستمرار حرب الإسناد وأكتر إذا بدك التهويل ورفع الصوت بهذا الشكل أمام نتانياهو اللي يحتاج إلى حروب أنت كمان كم بدك تدرس أي حكومة عندك أنت عندك حكومة متطرفة ما عندك أولمرت عندك نتانياهو المهدد إذا وقفت الحرب يروح على الحبس شو عنده يخسر وبنفس الوقت وراء الجمهور الإسرائيلي الذي يريد اليوم هذه الحرب مش يخشاها وخلينا ماشي حالنا ونأجلها لا يريد هذه الحرب ويريد حسم حتى ربما بأبعد من هذه الحرب يريد حسم مع إيران بس هايدي حسابات تاني هايدي حسابات العلاقة أبعد من مجرد هذا الموضوع اللي هو بيبقى بالإقليم هون هايدي هايدي ممكن توصل إلى حرب أوسع جدا فيها الصين فيها روسيا فيها إذا بدك غير بعد واليوم كل البؤر الملتهبة مرشحة أنها تصير حروب عالمية إذا بتاخد الصراع بين أوكرانيا وروسيا هل يبقى فعلا صراعا محليا لو ما التوجس الأوروبي من توسيع الحرب أكثر لو ما هذا كنت ممكن أنه هذا الصراع ينزلق إلى حرب عالمية عندك اليوم تايوان والصين وينما كان عندك مشاكل بؤر ملتهبة في كل الأماكن أكتر شي عم بيتجلى هذا الصراع بشكل كبير هو اليوم على الساحة اللبنانية بعد الانتخابات الأمريكية بعد استلام رئيس جديد إيه ممكن تتوسع هذه الحرب وممكن أمريكا تلاقي نوعا ما فيها نوع من ربح على المدى الطويل لهكذا حرب خاصة إذا أجا ترامب خاصة إذا كان في قرار بتغيير النظام بإيران لحد هلأ واضح أنه ما في قرار تغيير نظام وما في حماسة حتى من الدول اللي منع عدوة بس خصم لإيران حتى الدول العربية المعتدلة مثلا لا تريد اليوم أن ترى فعلا تغيير نظام بإيران بدون يشوفوا تغيير سلوك البعض يتحدث اليوم عن ابن المرشد عن مشتبة أنه قد يكون مرشح جدي بنعمل معه صفقة بينما تغيير النظام أنت ذاهب إلى المجهول مش صحيح أنه فيك تجيب اليوم ابن الشاه وترجع خلينا نقول نظام سابق منى الأمور بهذه البساطة المجتمع الإيراني من وقت الثورة الإسلامية لحد اليوم مجتمع مشارك جدا بالنظام يعني اللي هن مستفدين مباشرة من النظام أعدادهم مش بالألاف ومئات الألاف بالملايين اللي هن بستران وبسيش وغيره ما عم تحكي أنت عن النظام بقي بس بأليت معينة حاكمة ومدعو عندك قصم من الناس ما تغير بإيران هيدا الإيران بين المحافظين وبينها هيدا مسحة هيدا فعلا مسحة القرار هو لدى المرشد وبعده القرار لدى المرشد واليوم أكبر وأكبر عم بيصير دور ابنه اللي هو يعني بالنهاية بعده شاب خمسينة أمامه حيات سياسية المرشد اليوم بالتسعينات تعب كبير بس القرار بعده هنيك باقي كله إذا بدك هو قوى تتصارع تحت صاحب القرار اللي هو المرشد واللي قراره هو أيضا بالوضع الخارجي يعني موضوع حاسم بالنفوذ الإيراني بتمدده بكل ذلك عم بقول إذا فيه بعض إذا بدك التناقضات أو لعب على هذه التناقضات بالداخل الإيراني هذا لا يصح في الخارج الإيراني فيه ما يتعلق بالأزرع الإيرانية بتمدد وتوسع إيران هيدا قرار ما في شك أنه محصور بشكل مباشر بالمرشد وبشبكة إذا بدك اللصيقة فيه النزحين للأسف يعني ما نسميهم نزحين المهجرين ما بعض شو نسميهم يلي وصل عددهم لمليون ونص وبعده عم يتزيد يعني بين مبارحة هلأ من شوية كان عم بيقول النائب قاسم هشم مئة ألف نزحوا من بعلبك مبارحة واليوم بسبب تهديد وبسبب قصف وغارات تهديد جديد على بعلبك ودورس وبوداي كمان بعده النزوح عم يستمر من منطقة بعلبك واضح أنه كيف سيعود هؤلاء أول شيء هل سيعود وكيف سياسة التهجير ومن ثم هدم البيوت واضح أنه إسرائيل حطتها كاستراتيجية لتعامل مع لبنان يعني هيدا مقصود هيدا مقصود مخطط له أول شيء عم بتدفع بيئة حزب الله ثمن مش بس حزب الله تاني شيء تاني شيء هيدا قد يؤدي حسب الحسابات الإسرائيلية إلى احتمال فتنة داخلية وحرب لبنانية واقتتال الأخوة وغيره وهيدا أكيد بريح إسرائيل بشكل كتير كبير لحد هلأ اللبنانيين عم بيفرجوا عن مسئولية وعن وعي كتير كبير في هذا المجال ومتمنى دايما أنه يبقى الوضع يعني على هذه الحالة يكون في وعي أنه أي مشكل صغير ممكن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه والكارسة الأكبر هي أنه تبلش الاقتتالة الداخلة يضربك أي عدو من الخارج نص مصيبة حد المصيبة كاملة الأوصاف اللي هي اقتتال داخلي فلذلك مش بس من حذر نطلب من الجميع بسهو عم يشتغل عليها العدو الإسرائيلي أكيد هيدا الحلم لألو هيدا أحلى شيء معقول يصير بسيناريو الحرب يبلشوا اللبنانيين دبحوا بعض ويقتلوا بعض ويضيقوا زرعا ببعض لذلك مسئولية الأكبر اليوم كمان على حزب الله هذا يعني استسهال أنه بحط صواريخ بقلب ربيد وببعثون ويقعوا على الأرض أكيد تعرف أنه فيهم يضربون مطرح متما أخذوا يعني على الأرجح على الأرجح الرصد يتم من مطرح ما عم يتعبوه الصواريخ أكيد مش أنه عم يلقطوه بالكحالة عم يلقطوه من محل منطلق في نظرية قال نفس السيناريو في نظرية قال أنه هناك مفتوحة لا قبل قبل إذا عم تحكي عن منطقة مفتوحة مفتوحة كتير أكتر بالطريق اللي بنعرفها كتير منيح أنا وأنت كان دهر البيدر ما بعد دهر البيدر معروف أنه هناك سهل سهل جدا فكمان يعني فيه تقصد فيه تقصد بالإصابة وين وكيف وامتين وواضح أنه فيه خروقات كتير كبيرة قد تكون خروقات ذكاء أسترعى على تقصد بهدف الفتنة الداخلية حادثة أيتو هي المثال يعني فيه شخص حامل مصاري عم بيوزع مصاري على النازحين عم يبرم بكل المناطق نطرته ليسير بأيتو بقلب المبنى مش بأيتو بقلب المبنى يلي تنرتكب 25 مجدرة 25 شهيد ونقل لهم لأهل صغارتها أيتو وصغارتها والشمال أنت يلي مستقبل نازح مفلله وإذا نفكر تستقبل نازح أو تأجر نازح ما تفكر بقى بقى بيدا صحيح هيدا التأسيس للفتنة يسلمت أمك أكتر من ذلك نحن لازم نعرف أنه أمام عدو خبيس يعرف الساحة اللبنانية بشكل جيد يعرف تفاصيله وكل المحاولات اليوم لتغيير إذا بدك كل الحلاس إذا فينا نقول واضح أنه ما عم تنفع فالمفروض اليوم أنه يحموا ما تبقى من داخل لبناني ويحموا بيقتن اللي عم تتهجر لأنه مين عم يدفع التمن بالنهية مين عم يدفع التمن؟ ولكن في سلسلة من الأخبار العاجلة والتصريحات لوزير الخارجية السعودي بيقول حل العملية السياسية في لبنان يعودوا إلى اللبنانيين وليس للسعودية أو القوى الخارجية كمان وزير الخارجية السعودي بيقول أدرك أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة نهارت مرارا بسبب المطالب الجديدة من إسرائيل إقامة دولة فلسطينية مرتبط بمبادئ القانون الدولي وليس بالاعتراف من جانب إسرائيل إيران أبلغتنا بأن استمرار دائرة التصعيد الإقليمية ليست في مصلحتها يعني على أمل أن تكون مضبوطة هذه آخر واحدة لأنه بتصور أهم واحدة أنه إيران أبلغتنا بأنه دائرة التصعيد استمرار دائرة التصعيد الإقليمية ليست في مصلحتها على أمل يكونوا اختنعوا بهذا الموضوع لأنه الضربة لضربتها إسرائيل لإيران قد تستكمل بضربات أخرى يعني اليوم أحلى شيء معه يسير معه نتانياه هو أنه ترد إيران وإيران قالت أنه سترد وأنه سترد رداً مؤلماً بعد ما شفنا الرد المؤلم يعني اليوم هذا كله كل ما يجعل الحرب أطول استمرار الصراع خاصة توسعة هذا الصراع قد يكون فيه مصلحة إسرائيلية لحقلك ليه أول شيء بينشال الحمل كثير عن إسرائيل وتدخل أمريكا مباشرة إلى هذا الصراع وهذا اللي عم جرب يعمله يعني نتانياهو عم بشد إيران وأمريكا من شعر تيفوتوا إلى الصراع والطرفين اليوم منهم جاهزين لذلك طبعاً إيران لا تريد حرب مع أمريكا يجتمعوا ويفاوضوا بيقول الإخوة الأمريكيين ونحن مستعدون كان قبل ما يغتالوا السيد حسن نصر الله بساعات هذا اللي بأكد لك أنه إيران لا تريد الذهاب إلى حرب الشاملة هذا أكيد إسرائيل في المقابل لها مصلحة اليوم بهذه الحرب الشاملة أمريكا حالياً عندها أنتخابات ما فيك تفكر بشي وأنت قبل أيام بس ماذا يجري السؤال هو بعد ما يستلم الرئيس ويجي حط بوليسي هل سيذهبون إلى الحسن موضوع إيران هذا هو السؤال الكبير أم لحيروحوا مرة جديدة لكونتينمنت يعطوهم قرشين يرجعوا كم مليار ونحطهم بالبنوك القطرية تسحبوا إيران ما فيه فرق بهذا الموضوع بين ترامب وبين هارس فيه فرق ومنفس الوقت فيه دولة عميقة وفيه مصالح أمريكية إذا اليوم الدولة العميقة في الولايات المتحدة تعتبر بقاء النظام أفضل من تغييره بالحسابات لبعيدة المدى ممكن يكون هذا هو الخيار اليوم كمان بدك تشوف في كلمة للصين الصين منا خارج الجغرافية الصين موجودة وصين داعم أساسي لإيران وحليف أساسي لإيران طولة يا عقبيان رح كمل أنا وياك بهذا النقاش ولكن رح أخذ مداخلة من زميلتنا أمال شحادي الموجودة بمدينة حيفا لنشوف كيف الوضع اليوم بالداخل الإسرائيلي خصوصا من بعد سقوط صواريخ بالمطلة وسقوط يعني بين قتلة وجرحة نشوي وصل للخبر العاجل أمال شحادي تفضل يعطيك العافية أهلا يعني هذا الحدث قبل ساعات قليلة من لقاء نتنياهو خشتاين لفاهم حول مسودة التسوية ويأتي ليشكل حدثا مركزيا أيضا في الموقف الإسرائيلي من هذه المسودة التي يكشف عنها بعد سقوط صاروخين على المطلة في منطقة لم تطلق سفرات الإنذار ولا توجد فيها أماكن آمنة قتل هناك أربع عمال أجانب وعامل إسرائيلي مزارعون جميعهم وهناك عامل أجنبي خامس في حال ما يقوص منها نقلوا إلى المستشفى في الوقت نفسه يعني هناك ما لا يقل عن ثلاثين صاروخ إلى كرمئيل والمنطقة المحيطة وهناك أيضا إصابات حتى هذه اللحظة لم يعرف بعد تفاصيل الرشقة الصاروخية إلى كرمئيل ولكن الحديث عن إصابات ويعتبر الإسرائيليون أن اليوم على الرغم أن مثل المدينة حيفا حتى هذه اللحظة لم تسمع فيها لا انتجارات ولا صفرات انظار في أيام قليلة من خلال المعارك بين لبنان وبين حزب الله وإسرائيل ولكن هذا المطل اللي وحدها بالنسبة للإسرائيليين أثارت اليوم نقاشا واسعا فصوصا وأن الجميع بانتظار اللقاء بين بن يمين نتنيا و هوخشتاين على رغم أن مسودة الاتفاق اللي يكشف عنها أمس بحد ذاتها تثير نقاشا كبيرا رئيس المجلس الإقليمي في الجليل في الجليل يعني بعد حادثة المطل اعتبر أن مسودة الاتفاق التي سيتم ستبحث هي لا تضمن أي أمل الإسرائيليين وفي موازاة هذا اللقاء بين نتنيا وخشتاين وفي عقاب المطل هناك تحركات واحتجاجات من السكان النازحين من جهة ومن رؤساء البلدات بعد تم العودة إلى الشمال إذا كانت هذه هي البنود باعتبار أن الوقت لم يحن بعد لضمان الأمن للإسرائيليين عند الحدود الشمالية هكذا قال على الأقل تنظيم معين يسمى المقاتلون من أجل الشمال الذين بعثوا برسالة للنتنياهو فور نشر المسودة وهددوا بأنهم سيقيمون خيام اعتصام أمام بيته وبأنهم لن يعود النازحون إلى بيوتهم إذا كان هذا هو الاتفاق إسرائيل تطالب يعني الإسرائيليون يعتبرون أن التقارير التي يدعيها يوميا على الأقل يعني رئيس الأركان ووزير الأمن بأن هناك أكثر من ثمانين في المائة من قدرات حزب الله قضى عليها الجيش وبأنه قام بتطهير جميع البلدات التي محاذية للحدود الميدان الإسرائيلي بالنسبة للإسرائيل يقول أمرا آخر وبأن حزب الله ما زال يتمتع بقدرات كبيرة ولا شك أن كلمة نعيم القاسم أمس كان لها إنعكاسات أيضا على الشارع الإسرائيلي أكثر منه على السياسيين وفي الوقت نفس هناك سياسيون الذين يعني أعربوا عن تشاؤمهم من احتمال التوصل قريبا إلى هذا الاتفاق وهناك من يرى من وزراء الكابينيت الذين في نهاية الأمر هم الذين سيصوتون إذا إسرائيل توافق عليه بأن الصلاحيات الممنوحة للجيش اللبناني هي صلاحيات واسعة جدا وطبعا يعني في سياق نقاش إسرائيل حولها المسودة خصوصا وأن حزب الله له يعني دور في الحكومة وممثلون في الحكومة اللبنانية فهذا بالنسبة لإسرائيل يعني لا يلبي المطالب ولا ينفذ الهدف الأساسي للحرب تجاه لبنان منذ سهام الشمال بأن الهدف منه هو إعادة سكان الشمال مثلا رئيس مجلس البلدات في منطقة الشمال قال أن المطالب لوحدها تحتاج إلى أربع ما بين ثلاث إلى أربع سنوات على الأقل إعادة إعمارها وهناك سبعون في المائة من السكان في استطلاعات الرأي قالوا أنهم لن يعودوا إلى الشمال وأمام وأمام السناليوهات المختلفة وأمام الصراع الداخلي في إسرائيل حول تحديدا حول الاتفاق مع لبنان بين المؤسستين السياسية والعسكرية السياسية التي تقول أن هناك أننا نحتاج إلى وقت من العمل في الميدان داخل لبنان ويطالبون في إضافة بنود أخرى تضمن وجود إسرائيلي للجيش الإسرائيلي على الأقل في الأمطار قليلة ما بعد الحدود في الأرض اللبنانية وما بين العسكريين الذين يقولون أن الوقت هذه فرصة لأن نتوصل إلى اتفاق ودون ذلك ربما تخسر إسرائيل ما يسمونها الإنجازات التي حققوها في لبنان تجاه حزب الله تحديدا القضاء على سلسلة من القادة السياسية والعسكريين للحزب شكرا للك الزميلة أمالي شحادي كنت معنا من مدينة حيفا وبطبيعة الحال رح منكون معك بعدة رسائل مباشرة اليوم لمواكبة الزيارة التي يقوم بها الموفد الرئيسي الأمريكي أموس أكستين ويلي معه مستشار من البيت الأبيض إلى الداخل الإسرائيلي بهالأسناء مشاهدين الكرام عم نشوف مباشرة على الهوى هارات عنيفة على منطقة الحوش بسور كان سبق لأفخاي أدرعي الناطق باسم جيش العدو الإسرائيلي باللغة العربية أنه حدد وحذر أكتر من منطقة وسبق وإرينة هذا التحذير على الهوى لحوالي عشر أو اتناشر بلدي بقضاء سور يبدو أنه هذا التهديد بدأ يترجم عمليا بهذه الغرات للأسف يلي عم نشوفها بمنطقة سور يعني اليوم الإسرائيلي يلي شفنا تغيير بالتفكير طبعه الإسرائيلي كحكومي يعني كان قبل يكون عنده أسير واحد يعمل المبين عمل بس يرجع يستعيد هذا الأسير أكتر من 100 أسير بغزة منه سقلان عنهم نكمل هذه الحرب وماعتبرها هذه الحرب الوجودية كيف بدو يجي هلأ بتسوية يوقفها صحيح هذا اللي كنا عم نحكيه مش بس التغيير على صعيد الحكومة الإسرائيلية على صعيد المجتمع والتفكير والمجتمع والمجتمع الإسرائيلي عم بيتقبل اليوم خسائر ما كان يتقبلها سابعا كانت صورة هذا المقاتل المرفه اللي قاعد ببيته اللي عنده عائلته اللي عنده رفاهية نوعا ما أنه هذا ليه بده يروح يموت ليش مستعد يموت اليوم صار عنده سبب ليش مستعد يموت لأنه صورت هذه الحرب على أنها حرب وجودية ولأنه طلعنا وحكينا وعلينا الصوت وقالنا أنه نحنا بدنا نمحي إسرائيل ونحنا لح نحرر الإدس ونحنا لح نقوم فعلا بكب إسرائيل بالبحر فكل هذا كمان إذا بدك ساعد لتغيير هذه العقلية ويقولوا لا في خطر حقيقي طبعا طوفان الأقصى كان الصورة الواضحة لمن لم يقتنع بعد أنه في خطر وجود يعني بحكي من جهة نظر إسرائيلية وهب هذا المجتمع مع مساعدة من المجتمع الدولي ومن الغرب والولايات المتحدة غير مسبوقة إضافة حتى دور المحور اللي بتدعم إيران وأزرع إيران وغيرها شو كان موقفهم بعد طوفان الأقصى كان في تأييد لإسرائيل كان في تأييد لإسرائيل اليوم روسية مع كل شي كان فيه وفد هلأ روسي موجود بإسرائيل هناك تنسيق وهناك طلب من روسية لضمانات لبقاء نظام بشار الأسد وأنه روسي بيكون ضابط الإقاع والروسي بيضبط عدم دخول سلاح مجددا لحزب الله عن طريق سوريا فحتى الروس اليوم الروس منه على خلاف مع أسرائيل مصرح أنه هو مستعد المساعدة بتهديئة الوضع وبالتالي يعني مقصود أكيد الدور يلي يلي هو يتعلق بسوريا ومنع تمرير الأسلحة من سوريا من إيران عبر سوريا إلى لبنان ومزهل جدا أنه كل اللي صار من طوافان الأقصى لحد اليوم وجبهات الإسناد اللبنانية وغيرها ولا طلق بالجولان السوري ولا ما في واحد هيك انتحاري واحد مثلا وصل على الشريط عمل شيك كنا نشوف بالسابق بعض الرشاءات البسيطة بيطلع له شي صاروخ بالغلط ولا شي سمعت شي ذكرني إذا سمعت شي بالجولان السوري بس بسوريا كلها سوريا مش هي واحدة من الجباهات الست يلي المحور بيقوله بكبسة زر تفتح الجباهات طبعا وهذا الكلام اللي كان الكل اليوم بيشوف أنه هذا اللي بيصير أنه بتذهب إسرائيل إلى حرب تدميرية مع حزب الله يا لطيف شو بيعمل المحور خاصة أنه يا دين بشار الأسد بيبقاءه لحزب الله لإيران وحزب الله بس أكتر شي اللي راحوا قتلوا وانقتلوا وميتوا بسوريا شباب حزب الله راحوا قتلوا بالشوارع من أجل بقاء نظام بشار الأسد اليوم شو عم بيحفظ راسه نحن نعرف أنه الدول مصالح ونفوذ وما في أي مجال إلا للعطف إلا لغيره بس حتى بيميزين الربح والإخسارة والمصالح والنفوذ طلعنا نحن فعلا بس اللي يستغنى عنهم ويرموا هيك على قارعة الطريق ما حدا بيسأل عنهم بيتشقفوا بيموتوا بيتهجروا كل اللي عم بيسير بيجعبوا ساة انتصرون انتصر شو لشو عم تعملوا انتو عم تحموا بلادكن عم تحموا بيوتكن وعم تحموا ناسكن وأنظيمتكن على حساب تكسير لبنان حزب الله باليوم التالي كيف بتشوفيه خاصة مع الشيخ نعيم قاسم مش مع السيد مصر الله ما بعرف إذا مرحلة انتقالية الشيخ نعيم قاسم موجود لياخد الاخسارات ربما بصدره ويكون هناك تحضير لشخصية أخرى ما بعد مرحلة الحرب بمرحلة الترميم إذا كان فيه سماح بالترميم تبه تمنى فينا الأخرى اللي كانت محضرة يعني حاشم صفي الدين حاشم صفي الدين بس ما بيخلق أنه عندك اليوم كثير من الشخصيات اللي بيقدروا يجيبوا شخصية دينية فين يجيبوا شخصية غير دينية حتى مش ضروري يجيبوا للأمان العامين سابقا منش صبح التفايلة لعباس المساوي كل اللي مش صاير وقفت على هيدا إنه مش صايرة إنه نجيبوا شخصية مش دينية ممكن كل شيء أكيد إيران دولة براجماتية بيحكوا عن صناعة السجاد وغير يعني شو يعني دولة براجماتية تخطط هي بتحكي عن الصبر استراتيجي بدك تشوف أي إيران ستخرج من هذه الحرب لتعرف أي حزب الله سيكون عندك في اليوم التالي المؤذب بالموضوع أنا أصدي بتشوفي حزب الله حزب سياسي مثل الأحزاب الأخرى مثلكم كتغييريين مثل القوات الطيار الوطني الحر طيار المستقبل أو إنه سيبقى حزب الله منظومة عسكرية صاروخية وشق منه سياسي الأكيد إنه حزب الله اللي هو سابقا كان موجود قبل هذه الضربة ما عد موجود نفسه شو اللي بيبقى كحزب سياسي بأي قوة داخلية عنده كيف بيكون شكل هذا الحزب هل يذهب المجتمع الدولي بالضغط لانتخابات نيابية بوقتها بالستة وعشرين لتشوف تبعات أيضا بيئة الحزب كيف لح تصوت وغيرها كل هذه الأسئلة مرهونة كيف بيخلص هذا الصراع ولذلك إيران لازالت تقاتل اليوم اللي عم بيقاتل واخد قرار مقارعة إسرائيل والقتل بلبنان للأسف هو قرار إيراني مش قرار لبناني عم بتقاتل لتحسن شروط التفاوض ولتحسن شروط اليوم التالي اللي عم تسألني عنه هل تبقى أزرع إيران في المنطقة أم فعلا على إيران أنه تفهم أنه هي دولة ليست دولة إقليمية لا تستطيع أن يكون لديها نفوذ إقليمي وبالتالي مثل الرجل المريض بتركيا اللي كانت أمبراطورية عسمانية سمير جامع بيقول بعض أكثر من هيك بيقول أنه من يدير من تبقى من مجموعات تقاتل لحزب الله بلبنان هم ضباط إيرانيون وأكد هذا الكلام أكثر من مسؤول يقال أنه كمان رئيسنا بهبري قال لأحد النواب هذا الكلام وما سمعت نفي يعني من عين التين أنه فيه إدارة إيرانية أصلا تعشوف بالخسائر بالقيادات الأمنية والعسكرية يعني مين بده يدير السلامين الاستشهد مع السيد نصر الله جنرال بالحرص ثوري سأكمل معك بولا يعوبيان ولكن رح روح على صور ومن 2006 كمان كان فيه قيادة إيرانية طبعا رح كمل معك بولا يعوبيان ولكن رح روح على صور مع زميلنا حيدر حويلة لنشوف يعني للأسف الغارات الحصيلة لهذه الغارات أين استهدفت هذه الغارات شو هي البلدات حيدر حويلة تفضل نعم مارون الآن يشن الطائرات الحرب الإسرائيلي سلسلة من الغارات على حوش صور هذه المنطقة التي دائما تتعرض للغارات الإسرائيلية والآن شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أقصى من خمسة غارات استهدفت البناء التحتية والمنازل والأبنية والمحال التجارية والشوارع كما نلاحظ في الصورة هناك دخان أبيض فوق هذه البلدة إشارة إلى أن القصف الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية مستمرة على منطقة صور إضافة إلى القصف المدفعي الذي تقوم بها المدفعية الإسرائيلية لكرة الشريط المحتلة المواجهة مع فلسطين المحتلة نسمع الآن طيران الاستطلاعي فوق أجواء صور وفوق أجواء المنطقة حيث منذ الصباح يقوم بطلعات استكشافية فوق هذه المنطقة والآن أعتقد أن التحذير بدأ بدأ تحذير الذي أطلقه أطلقه العدو الإسرائيلي لعدة قرى في منطقة صور ومنها الرشدية ومنها الحوز صور ومنها البرغلية وكما نلاحظ في الصورة الدخان الأبيض يتصاعد من هذه البلدة البلدة هذه تسمى حوز صور حيث تبعد عن صور حوالي ثلاث كيلومترات فقط إنشارة إلى أن تحذير أسرائيلية صباح اليوم على طريق العامرية على دراجة نارية كان كان يقودها عسكري في أدى الاستشهادة إضافة غير غارة طيران حر مركز للدفاع المدين فاستهدف المركز لإستشهاد أربعة مسعفين في الهيئة الصحية الآن الوضع متوترا وربما هذه الغارات تطوب هناك غارات أخرى نسمع دويها بلدة وادي جيلو تاليتين وبلدة جوية ومنطقة المجادل تعرضت لعدة غارات مارون الأوضاع الآن تميل إلى التوتر وبعد أن صباح هادئ حذر إلا أن المخيم الرشيدية أيضا عندما تم تهديده من قبل العدو الإسرائيلي قام سكان المخيم بإخلائه وخرجوا من هذا المخيم كما أن الفصائل الفلسطينية والقوى الفلسطينية قامت بوضع استنفار في المخيم حيث أخلى حوالي 80% من سكان المخيم الرشيدية خرجوا خارج المخيم إلى منطقة سور إلى ما أبعد الآن نسمع الطائرات فوق رؤوسنا تحلق في الأجواء ومنطقة الحوش تتعرض لأوقص المباشر من كبر الطائرات مرهون شكرا لألك الزميل حيدر حويلة على هذه الرسالة من منطقة سوريا اللي عم تتعرض لغارات عنيفة بهالأسناء فريع أوبيان ما يحصل مع النازحين السوريين اللي صار فعل منهم 400 ألف من لبنان وكان كل المسؤولين يتوقعون أن الأعداد تكون أكبر بعد لو لم يقصف معبر المصنع مرتين ومعبر جوسي صحيح تقطيع الأوصال يعني هو الشي يعني فينا نقول حيث فشلت الدولة اللبنانية نجحت الحرب هنا في قسم كبير كمان من هؤلاء العائدين هن بيشتغلوا بلبنان يعني عندهم أشغال وعندهم شغلون مش كلهم فعلا نازحين نازحين بمعنى النزو هنا نحن ما عام نقول في منهم نازحين وفي منهم سوريين غير مسجلين على لوائح النزو صحيح فالمشكلة هتبقى كبيرة وحتبقى متفجرة ولح تبقى إذا بدك زيولة مستمرة معنا بس اليوم قطع إذا بدك المعابر بهذا الشكل أكيد له تأثير كتير كتير بشاو بعتقد أنه في بدائن يجب أن تدرس سريعا على أن لا تقصف طبعا لأنه عم بيجربوا كل ما يجربوا يصلحوا المعبر إسرائيل عم تقصف يعني على العبودية والعريضة بيقدر بس أنه عنده برمت 350 كيلومتر بس صحيح بس أنه في كمان نقاط بالبقاع هي المشكلة الأساسية مش بالشمال هي المشكلة الأساسية بالبقاع عندك من من الأعلى المصنع في حدود طويلة يجب على السلطة اللبنانية سريعا سريعا ضبطة مش بس ضبطة إيجاد بدائل للي بدوا يطلع على سوريا حتى من لبنانيين في لبنانيين بيطلعوا على سوريا اليوم ما بعتقد هالأد صعب استحداث نقطة سريعا برحة وزيرة المهجرين بيقول عصام شرف الدين 160 ألف لبناني بسوريا و13 ألف لبناني بالعراق صحيح وفي ألف اللبنانيين بالأردن وبمصر وبالعالم كله اللي تطروا أنه يفلوا بس الشي اللي لازم واحد يتوقف عنده ومن يومين قال على الالبسي معنا الوزير شرف الدين بمداخلة 400 ألف سوريا و160 ألف لبناني عبروا عبر المعابر البرية إلى سوريا سلطات السورية ما ردت إلا شخص واحد منهم تاجر مخدرات مطلوب بتجارة المخدرات يعني كل هذا التهويل اللي كنا نسمعه قبل أنه النظام سيعتقل هؤلاء وأنه نحن العودة الطوعية وأنه بدنا عودة طوعية سقطت كل هذه الحجج الحجج الحرب والاعتقال والملاحة أو بس كمان أنت بتطلع اليوم أنه ليش فيه كمان فيه هون تضخيم لنظريات المؤامرة يعني ليش الأوروبيين أوروبيين همون أنه اللاجئين ما يروحوا لعندهم هذا الهم أكتر من هيك بيكونوا اللاجئ السوري بيكون بلبنان بيكون بسوريا ما فرقني معهم ما فرقني معهم بس قبل كانوا يرفضوا المفوضية كانت ترفض سابقا أنه تدفع لهم بقلب سوريا صحيح هلأ صار فيه تطور من بعد ما أجه فيليب وغراندي على لبنان صحيح وراه على سوريا شايف بشار الأسد مية بالمية بس هل يعني ذلك أنه فعلا كان عندهم إرادة أنه يخلوهم بلبنان وما بدون لهم يرجعوا لسوريا لا هدفهم أنه ما يروحوا لعندهم أكيد مية بالمية وكان فيه تقييم للوضع داخل سوريا أنه في البعض عنده صعوبات أنه يرجع وممكن يكون فيه أسباب انتقامية وفيه قوانين أنا عملت نصيف يعني مارون فيه قوانين أصدر البرلمان السوري تمنع العودة من التجنيد لإجباري للملكية اللي أخذت فيه بعض الأمور هلأ عمل عفو رئاسي طيب طيب وكمان اليوم إذا بيتك بطل بيتك شو بتعمل وما عندك أرض وما عندك شي لوين بترجع بس قاعد هون مش ببيتك قاعد بخيمة ما اختلفنا بس ما أصدق لك بأسوأ الظروف أنا أصدق لك أنه كمان وبعرسال يلي هي السقعة وبويدي خالد يلي هي أسقعة من عرسال يعني أنت بدك تقلي أنه في عشرة مليون سنة مهجر حابب النظام أنه يرجعوا لا مش حابب النظام بس أقله اليوم مش عام يرفض عودتهم ولا عام بيمارس عليهم ضغوط لعدم العودة هذا التطور لازم نستفيد منه علينا نحينا كمان لما نقلل المجتمع الدولي بدك تلاقي حل سريع ويستطيعون العودة إلى سوريا أن نقول أيضا على سوريا أيضا المساعدة بعودتهم والمساهمة أنه يقدروا يرجعوا مش بس مجرد الكلام بالفعل وعلينا أن نقف الحدود أنا من بعد من بعد هذه التجربة يعني هولي الأربعمائة ألف إذا وقف إطلاق النار بعد أسبوع أكيد فيه ثلاثمية إذا مش أربعمائة منهم ألف رح يرجعوا على لبنان خاصة اللي هن بيشتغلوا باليومية ولا بالإجرة ولا بيشتغلوا بالأرض ولا بالعمار ولا على ترمبات المنزين أكيد لا حيرجعوا أكيد لا حيرجعوا وبالتالي شو لازم ينعمل لأقفال الحدود يعني معقول يعني منظل هيك حدود في التاني أكيد هذا أقل شي يعني هذا أضع في الإيمان اليوم واليوم كمان فيه سوريين نازحين بالشوارع كمان يجب إيجاد حل وحل سريع ما لازم يبقى حدا بالشارع هذا القعدة بالطرقات وبالشوارع وبعتقد أنه قدرين بشكل بشكل منه كتير يعني بالتعاون مع هذا المجتمع الدولي ومع كل المساعدات اللي عم تجدين بس في لبنانيين قاعدين بالشوارع عم بيرح ناموا بدار الأحمر بالسيارات هلأ في لبنانيين صحيح اللي عم بيتهجروا للأسف من بعلبك ولازم نرجع نشدد ونقول أنه قلبنا معهم خاصة في كتير ما قالوا نزن ما عندهم أي زن في كتير رافضين هو الأمر الواقع يا عم تجمع أبناء بعلبك عام الانتخابات البلدية الأخيرة جيب 47% من بعلبك تقل لك أنه لا في بيئة اليوم كمان رافضة للسنائة ورافضة لحزب الله ورافضة لكل ذلك هقول لك كمان عم يتهجروا وكمان لمؤيد مش لازم يتهجر هذا شي مناقض لحقوق الإنسان هذا شي موجع وإن شاء الله الكل بيرجع بأسرع وقت ممكن بس أنه هيده إسرائيل نحن بالداخل بدنا نعمل أفضل الممكن أننا نحافظ على السنم الأهلي ونحافظ على كرامات الناس وقد ما فينا نقدر نساعد نساعد مش أنيك نحن من أول يوم بيقلونا أنتو نواب بيطلع لك نظريات ما انتخبناك لا تعملوا كريتاس طب إذا قادر ساعد اليوم بوقيف ما بساعد لش أنا أصلا عم بأسر بدوري يعني المجلس مفتوح مثلا نحن أكتر فريق ما أسر بهذا الموضوع وأنت أكيد شاهد قمنا بمبادرة كان بعده مشالعون موجود والعهد كان على آخره بس بعد ما في فراغ لفينا على كل المافيا اللبنانية بكل فروع دفعنا من رصيدنا قلنا له انتخبوا رئيس سنعة في لبنان ما تفوتونا إلى الفراغ الفراغ هو دخول إلى المجهول رد حدا عمل شي لما وصلنا للأسماء حتى بالأسماء دخلنا نحن ما حطينا مواصفات وشو برنامجه وقفنا هوني دخلنا إلى الأسماء قدمنا لاحة وقلنا لهم هو لأسماء انتوا تعاونتوا معهم كانوا جزء من الفريق الوزاري أو النيابة أحيانا أسماء نصيف حتة زياد بارود صلاح حنين قلونا شو عندكم أسماء أعطونا أسماء أخرى إجا التقاطع على أزعور نحن ما كنا معرقلين بالعكس كمان رغم أنه كتار كان بالدنيانا ما نعمل شي نوقف كأنه أصواتنا يعني بالمريخ مش أنه صوتك بيحسم ولا بيقرب بانتخاب رئيس أخذنا أمور يعني فعلا بيصدرنا ورحنا وانتخبنا وأمننا نصاب وغيره مش نحن اللي عم نعرقل نحن عملنا كل واجباتنا وزيادة في موضوع الرئيسة أكتر فريق عمل أكتر ما بيقدر بسبب الآخر شو بعمل نزل أنت نصدق اليوم بولا يا عوبيان أنه من بعد وقف إطلاق النار سينتخب رئيس بهالسرعة اللي عم يعدونا فيها أنا لحقلك شو خوفي خوفي أنه ستأتي التسوية من الخارج باكتش يعني حزب الله بيتخلى عن سلاحه وعن الترسانة منعتي حزب الله ضماني بأسرب عبده رئيس بيرضى عنه هيدا هيدا اللي اليوم من الهلأ عم ينحكى فيه وهيدا اللي إذا بدك عم بيتم التفاوط حوله يعني لما يجي يقعد قاموس هكستين مع الرئيس بره أو مع الرئيس ميقاتي برأيك شو عم بيحكوا بعد ما يحكوا بالـ 1701 شو عم بيحكوا بعد ما يحكوا عن الميدان والأرض وكيف بدا تكون الأمور عم بيحكوا رئاسة وعم بيحكوا حكومة بدا تجي الولايات المتحدة الأمريكية تعطي حزب الله رئيس بلبنان للأسف إنه عامة هيك بتصير التسويات مش تعطي حزب الله رئيس بس بعد كل الشزايا وبعد كل بس أنا مش هيك عم بقول أنا عم بقلك شي مش مبسط متل ما أنت بسطته أنا عم بقلك اليوم يتخلى عن السلاح مقابل إنه ياخد رئيس مثلا عم بأعطيك مثلا كيف بيتم التفاوض كيف بتكون مائدة المفاوضة هو لا يزال أصلا حزب الله بموقع قوة إنه يفاوض ويعطي وياخد يعني عن جد هذه الحرب لذلك شفنا أنه لذلك نرجع للحديث من الأول أنه الضرر يلي لحق بحزب الله قا قيادة وكمنظومة عسكرية هو ضرر يعني حجمه كتير كبير فاتورة أكبر من مكان أكيد أكيد ما كان متوقع حزب الله أكيد ما كان متوقع بس هذا يعني إنه هذه الفاتورة انتهى حزب الله برأيك لا ما انتهى طيب عظيم إنه عم ترجع تقول لي أنا قلته إيران اليوم عم بتدير حزب الله ونفس الوقت إيران ستكون على طاولة التسوية عبر مين شو الواجهة إيران مباشرة ناس التصريح اللي بتقول فيه مستعدين نحكي بلقى سبعمية واحد مع الفرنسيين هذا تصريح حقيقي لو شو ما طلع بعدين نفي وتغيير وترجمة وكذا هذا تصريح حقيقي وهقعا هيك بيصير ماكرون بيشيل التليفون بيحكي مع الإيرانية بيتفق معهم لأنه لبنان ينتخب مرتزقة ما بينتخب شخصيات وطنية بتدفع عن مصلحته هيدا عم قوله بشكل واضح جدا لما نقول إنه كله الحق على برا نحنا ما علينا حق لأ نحنا علينا حق نحنا منجيب الخارج نحنا منجيب الدب على كرمنا نحنا محولنا بلدنا إلى ساحة وبعدها كل طايفة بتقوى بتضرب باقي الطوايف بعدنا بهذه اللعبة من 400 سنة لليوم مستمرين بنفس الحالة منلاقي دعم خارجي بمطرح ما منضرب جو اللبناني الآخر ومننبسط إنه عملنا انتصار وقته لحد ما يجي الـ expiry date تبع هذا الفريق يبيعوه بسوق النخاسة تبع السياسة ويرجع فريق آخر يقوى يفرعين يرجع يضرب الآخرين حالنا نتعلم إنه في مصلحة لبنانية مشتركة ما بين اللبنانيين اليوم الموجود على مائدة مفاوضات هادا اللبناني غائب ما عندك رئيس ما عندك حكومة عندك شخصيتين عم بيحركوهن نبيه بري نجيب مئاتي بس وراء هؤلاء هناك الأرار بعده لحد اليوم أرار موجود للأسف لدى الإيراني اللي عم بيدير الحرب على الأرض واللي بعده عم بيبعث سلاح أو عم بيجر بيمرق السلاح ما في شك إنه في خسائر مثل ما قلته أنا كنت عم بقول في خسائر كتير كبيرة بشرية وبالترسانة الحربية وغيرها ولكن بعده موجود وهذا الوجود سيصرف في أي تسوية لاحتجة هيدا السياسة للأسف بيعجب هيدا مش رأيي مش حلمي ومش هيدا البدية أنا حلمي شوف كل هيدا الطبقة راحت على بيتها في شباب جديد جايين يحكموا هالبلد بعقلية مختلفة بأداء مش تقصيمة بفكرة شعب واحد بده يعيش مع بعض بده يبني مع بعض بس عم نحكي اليوم شو الواقع على الأرض الواقع أنه هؤلاء مسكين زمام الأمور نحن بالبرلمان ونواب منزوعي الصلاحيات لأنه البرلمان مقفل بنجتمع اصرنا سنة سنتين لجان بتجتمع بتجتمع بتجمع وانين ما في هيئة عامة ما في انتخاب رئيس ما في شي بدك ترجع تبني السلطة وبداية بناء هذه السلطة بتبلش من انتخاب رئيس لذلك كل ما عم نطلع عم نقول وبرجع هلأ بقول يعين جلسة في اسم ما في اسم عليه واجب دستورة أن يعين جلسة الآن يدعي النواب ينزلوا ينتخبوا رئيس مين ما كان هذا الرئيس بتقلي بركب نجيب رئيس أحسن بعدين لا ما هنجيب رئيس أحسن اللي حيصير هو رئيس تسوية ينفرض علينا من الخارج هذا اللي حيصير وقدمع مننا عن طريق في أسامي عم تطرح جبران باسيل قال سلمت الرئيس بري ثلاث أسماء من أن الأسماء من وين بدو يجي هيدا الرئيس اللي قد ما بدك فيك تسلم أسماء وتخبر عن أسماء اليوم اللي عم بينطرح جديا هو بروفيل عسكري أمنى شوي فانيلا يعني بيرضوا عليه الجميع ما حدا بيقاتل ضده ما حدا بيقاتل لبقاءه هيدا العسكري الأمنى يلي على رأسهم مش جوزيف عون مش جوزيف عون إذا رايح على جوزيف عون مش جوزيف عون جوزيف عون اليوم في 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 فيتو قاطع حتى الساعة من حزب الله ومن وراء حزب الله يعني إيران وغيره وجبران بس وسمير جاجع ما قال أنا معه أقل له ما قال أنا معه كمان يعني اليوم ما عندك أنت اليوم بلحظة لو بدهم يحكموا ضميروا أن اللبنانيين بيقدروا ينزلوا غسما عن العالم كله ينتخبوا رئيس يقدر يرجع يكون سلطة أفضل من الموجودة يرجع يعمل حكومة حكومة بتقدر تتحرك من هذا الأمن اليوم الطرح لواء البيسري أو حدا من خارج كل الأسماء المطروحة في في اسم لواء البيسري عم بينطرح جورج خوري وفي اسم جورج خوري عم بينطرح أكتر حتى من بعض الدول اللي عم بتلاقي أنه ممكن يكون مخرج ممكن يكون حل وبعتقد أنه الرئيس بر بلغ أنه بينقبل فيه بينقبل فيه من قبل حزب الله يعني بيمشوا فيه جورج خوري هيك سمعت ما عم بحكي معلومات يمكن منى منى أكيد مشكلتك بتقول شيء على التلفزيون بيخلطوا الناس ما بين رأيك وما بين تحليل والمعلومة هذا اللي سمعناه أنا بتمنى الرئيس بعرف بالسياسة شو بده يعمل بعرف شو برنامجه وشو مشروعه بعرف كيف بده ينهض بهذا البلد زورج خوري ما بعرف شي عنه ما أني سمعته بولا تصريح ما بعرف ما بعرف شو معقول يعمل ولا يعني كل شي اليوم عم بيدل أنه راحين إلى رئيس من هذه القماشي مش إلى رئيس ممكن يكون رئيس حسن يعني راحين على لا غالب ولا مغلوب مرة جديدة مرة جديدة لا غالب ولا مغلوب عنديك خوف أو هاجس من تكرار سيناريو 82 عم بحكي عم بحكي على صعيد الداخل أنا ما عم بحكي على صعيد الخارج على صعيد الخارج الأمور ممكن تكون أصعب وتكون دقيقة أكتر ويكون فيه لا بهذه المرة يقال لإيران ما في أزرع بقى لألك بالمنطقة لا حسين لا حزب الله لا حماس لا جهاد لا فصائل أهل الحاق لا حشد شعبي ممكن كتير توصل لهون ممكن كتير عم بحكي بالتسوية النهائية مقابل بقاء النظام وحفظ النظام أن يكون هناك إذا بدك قبول بالتخلي عن هذا الدور وعن هذا النفوذ سيناريو 82 عندك هاجس أو تخول أنه إسرائيل تشتح بيروت أنه ينتخبه رئيس على وقع الدبابات الإسرائيلية ما بعتقد ما في شي اليوم بيشبه 82 ما في شي لا بالمعطيات الدولية ولا عندك حرب بيردة عندك حرب بيردة من نوع آخر عندك حروب ساخنة مش بيردة ما في إرادة لتطفية الحروب لأنه ما حدا قدر يدفع حتى ثمن السلام والسلم عندك العالم كله شكله مختلف الواقع اللبناني مختلف عن 82 بشكل كامل أنت اليوم أمام مجموعة من اللبنانيين أصحاب هيد الأرض ألاف سنين قاعدين بهذه الأرض أنت ما عم تحكي عن شي مشابه لمنظمة التحرير الفلسطينية أو عرفات أو غيره أنت عم تحكي عن اللبنانيين اللي حيبقوا هون بدك تعرف باليوم التالي كيف تتعامل معهم كيف تحتضنهم كيف لبنان نحنا كلنا مع بعض بلد أفضل لأولادنا صفحة سليمان فرنجي رئيس طيار المرضى الرئاسي يطوير برأيك مع اغتيال السيد حسن صلى الله لكن ما في حدا بلبنان تطوى صفحته بيضل اسم بتفكر أنه خلص شوشط هيدا انتهى احترق بترجع بتلاقي يرمم نظرا للأسف للخوائق الموجود على الساحة اللبنانية فبقل لك أنه اسمه أكيد تراجعت بشكل كتير كبير لأنه عم بينحكي برئيس تسوي وهو لا يشبه رئيس التسوي برأي شكل من الأشكال بس هل صارت سفر لا ما بعتاد ما في حدا ما في مارونة بلبنان حظوصه سفر إلا مارون أنا مش طرح بعيد الشر بس لأنه طلعت بججة ومارونة رايحين على تمديد لقائد الجيش قبل عشرة كنون التاني 2025 قبل ما تنتهي وليته الممددة للأسف يعني كله بالبنان تمديد بتمديد يبدو أنه رايحين رايحين إلى تمديد جديد بلشين حكا بمجلس نور أكتر شي بتحك رئيس برأي بدي يشوف إذا حركة أمر بدي أشمدد له أو لا نكتلة الموسم اليوم حركة أمل مرت الماضي في شي غريبة بها المجلس النواب كيف بس تبلش شغلة هيك تليفون كالساب تبلشي تسمعي طبعا طبعا لأنه يداروا مثل المريونات يا حبيبي عم خبرك نحن مرت الماضي قادين فوق عم نتفرج على المشهد بعلمك ما في نصاب أيادي أنا عم بعد ما في نصاب بعدين شفت نواب عم بيفوتوا هول فيتين يأمنوا نصاب ما بتفهم نواب حزب الله أمنوا نصاب انسى حركة أمل يعني برد اليوم عم بيذكر إنه حركة أمل ونوابها حضروا الـ 15 لتأمن نصاب لتمديد سنة لقائد الجزيز حضر كتير أكتر من نواب حركة أمل حضر نواب محسوبين على الحزب مية بالمية يعني الحزب مطلعوا من أول لآخر بيتفعلوا بيشتريلوا بيعمل كل شي راح أمن نصاب لتمديد لجوزيف عون عم بقلك شفناها حضرناها بعين وكمان أقصى اليمين موجود أكيد يعني ميلتين إذا بدك راحوا مع بعض قاموا بهذا التمديد هلأ بيقول اليوم رئيسنا بيهبره بدي شوف إذا حركة أمل بدي تمدد له يعني قراروا بعد مش محسوم بيسأل النواب لأنه هو مجلس النواب بس إما ما بيحرون يسأل النواب وشاركت له نبيهبره مجلس النواب مجلس نوابنا بيهبره فكيف حركة أمل يعني هو المجلس الهيئة العامة مختصرة بشخصه اللي بيطلعوا معه ضده مختصرهم بشخصه كيف الحركة إذا ما انتخبنا رئيس قبل أيار 26 لا انتخابات نيابية برأيك تمديد للمجلس الحالي هذا الموضوع أيضا للأسف مرتبط بالسلة النهائية اللي لح تجي وتفرض علينا للأسف شو بتقول هذه السلة النهائية ترتيب الوضع الداخلي شو بيكون وضع حزب الله عنده سلاح ما عنده سلاح حزب سياسي شو شكل هذا الحزب السياسي من هو الرئيس أي رئيس حكومة بدنا نجيب شو هي الحكومة متى الانتخابات النيابية متى الانتخابات البلدية هذا كله للأسف مثل كيف طلع انتفاق الدوحة تذكر باكتش ديال انتفاق الدوحة بعد ساعة أحداث سبعة أيار مظبوط ما بدك أحداث أكتر من الأحداث أصدقلك أعلن عن جلسة الانتخاب لانتخاب العماد ميشيل سليمان شكرا يعني كانت فضيحة مدوية يعني أوضح من هيك ما بقفي أبطال الفضيحة بعدهم موجودين هنزيتهم عينا جلسة الانتخاب الرئيس فلاني لأبضوا الشنط لأيجوا ينتخبوا بعدهم هنزيتهم ما تخير شي فات على البرلمان مجموعة صغيرة هل مرة بلا شنط بالأكلة بعد روح طول بينك بعد في جزر وفي عصي بس بعد طول بينك لنشوف وين نشوف وين بتروح بالنار عادة ما بيكون في شنط في دفيعة مش بس دول في دفيعة شخصيات 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 ما قال عليه قبل لبنان بيقلك وعد النايب لفلاني بخمسة مليون لا ينتخب الاسم لفلاني فيه فيه بس مش هيدا برأيك بعد معي كم دقيقة قبل مسلم الهوى لنشط الأخبار برأيك مش هيدا اللحظة المناسبة لنتفق نحنا كلبنانيين على صيغة جديدة على لبنان بكرة ما بعد هذه الحرب يعني قديش بعد لازم نعيش تجارب مثل هاي دي لنتعلم هاي دي أهم نقطة أنه نتطعز ونفهم كتير منيح أنه الزعيم وين عم بيودينا كل مرة ونعرف أنه اليوم نستحق بلد لأولادنا أفضل من الموجود وأفضل من اللي عم بيقدمونا إياه كل مرة فلذلك بقلك إذا ما غيرنا ما في أنفسنا وفي طريقة انتخابنا وتفكيرنا بالآخر إذا بقينا بنفس التقسيمات اللي حاطتنا فيها الزعيم نحن رايحين إلى مسبلة التاريخ لا لحن بن بلد ولا لحن بنشيو كل عشر سنين من جدة حرب بأشكال مختلفة وتهجير وتكسير وسحل هذا البلد لكي يعيش الاستقرار يجب أن يكون في السلة النهائية أيضا ما يعرف بإعلان بعبدة بالنقي بالنفس بالحياد هذا كله بدي يتفكر فيه اليوم لنعرف كيف بدنا نكمل بدك ترجع تدامي قصص فيك تفكر فيها مستقبلة يومين لا قدام نبقى على الأديم وكبوز بالي تحت السجادة وعمله أنه نظفته هذا ما بينفع هاي دي المرة بدك ترجع تبلش فعلا نتعمر بلد على أساس عقلية مختلفة مش على أساس العقلية السابقة ليمنى ولادة إلا لأزمات ومشاكل وحشون الشباب رافضين موضوع السلاح بيقولوا هاي دا من ضمن استراتيجية أنا عم برحلك أبعد من السلاح أنا عم بقلك النقي في النفس الحيات الحيات بتزعج هو أساس النقي في النفس هو شو السلاح هذا اللي عم نقوله شو إذا رافضين يسلموا السلاح بعد كل اللي صار إذا بقى السلاح أنا مقتنع أنه يمكن ما يبقى سلاح إذا ما بقى السلاح سلاح تقيل عم بحكي مش فرد ورشاش أكيد أكيد عم نحكي بالتسوية النهائية بالصفقة النهائية اللي لحينتج عنا وقف إطلاق نار وترتيبات جديدة بلبنان علينا أنه طالب كلبنانيين أنه يكون الحيات أو النائب النفس أو تحييد لبنان عن صراعات المحاور تكون جزء أساسي من ذلك إعلان بعبدة مسجل اليوم بالأمم المتحدة فينا نعد الاعتبار لهذا الإعلان ونرجع نقول نحنا بدنا نكون على هذه الشاكلة غير هيك ما في خلاص للبنان شكرا لك نائب بولا يعوبيان على هذه المشاركة مشاهدين الكرام وقتنا لهذه التغطية المباشرة انتهى دائق ونكون مع نشرة الأخبار مع الزميل توني مراد ترجمة نانسي قنقر